مستوى العالم وخاصة على مستوى التوب فايف ليكز أو الخمس دوريات الكبرى هو سوق الدوري السعودي الحقيقة اللي يمكن أثار جدل كبير جدا جدا على مستوى العالم على مستوى أوروبا سوق جديد بيقدم عروض كبيرة جدا لنجوم من الصف الأول ده هنقشه النهاردة ملف مهم جدا هنقشه مع حضراتكم كمان عندنا ملف المنتخب الأولومبي منتخبنا الأولومبي اللي دلوقتي متواجد في المغرب في التصفات المؤهلة لأولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله سيكون كمان لي جزء من كلامنا النهاردة لأن مهم جدا أن أنت تتكلم على القاعدة ومن ضمن هذه القاعدة طبعا هي منتخبات النشئين والشباب والمنتخب الأولومبي الحقيقة عندنا النهاردة كمان مونير غنام طبعا ده وجه جديد ولد أو شاب يعني مصقف جدا هنتكلم معاه في هذه الملفات هو محلل للكرة العالمية والمحلية ولكن بمنظور مختلف الحقيقة يعني أنا تكلمت معاه قبل الهوى الحقيقة مصقف جدا عنده رؤية يعني رؤية سليمة ورؤية واضحة للقرة العالمية والأوروبية عنده كمان أفكار خارج الصندوق يعني عنده أفكار جميلة جدا النهاردة هيكون إن شاء الله لقاء شايق بإذن الله ينال إعجاب حضراتكم لأن وجه جديد في الشباب الكتير اللي مهتم بالقرة العالمية والمحلية ولكن في إطار يعني التفكير خارج الصندوق والثقافة يمكن تكون مختلفة عن البعض اللي يعني بيشوفها لكن هيكون معنا النهاردة وضفنا في المحترف إن شاء الله بإذن الله يكون يعني تكون حلقة جيدة النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا نادينا العظيم وطبعا مبارح كانت مباراة مهمة جدا في كاس مصر والفوز على منتخب السويس 1-0 الحقيقة اتكلمت مع حضراتكم يمكن قبل المباراة كان يوم الجمعة في حلقة الجمعة وقلنا دايما المباراة الكاس ليها مفاجآت مباراة الكاس دمها تقيل وخاصة لما بتلعب ما بين قصين فريق أقل منك على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وفريق بيلعب في الدرجة الأدنى فبتكون الأمور صعبة وده يمكن الحقيقة اللي يعني أكده كمان مرسل كولر مع اللعيبة وقال إن المباراة كانت مباراة صعبة الحقيقة قدر النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين في ديئة 85 عن طريق طبعا نجمال الكبير حسين الشحات إن يحرز هدف التقدم وهدف الفوز الحقيقة مبروك طبعا لفرقتنا لإني زي ما بقول فيه مطبات كتيرة ممكن تحصل فيه خاصة مباراة الكاس ممكن جدا المباراة كانت تروح لسكة مختلفة خالص لولا طبعا هدف جميل الحقيقة كمان كندوسي للشحات اللي أحرزها أو ضح المرمى بشكل أكتر من رؤية زي ما بقول لحضراتكم يمكن الأداء ما كانش على المستوى نحن نتجلب بكل أمانة كل تحية لفريق منتخب السويس الحية اللي قد مباراة في حدود إمكانياته وفي حدود إمكانياته البدنية والفنية مباراة كبيرة أمام بطل الأفريقية الحقيقة مباراة يمكن زي ما تكلمت يوم الجمعة كانت مباراة أو كنا نتوقع وده فعلا اللي حصل كانت مباراة صعبة مباراة مسهلة تتحضير واتكلمنا في عملية أن مباراة الكاس على مستوى العالم كله ليها مفاجآتها وليها مطبطها وليها يعني ممكن تدخلك في سكة تكون صعبة جدا جدا وده اللي حصل يمكن في مباراة إمبارح النادي الأهلي قد مباراة متوسطة على الحقيقة لكن في إطار أنها مباراة الكاس هنقول الهدف منها هو الوصول للدور التاني وده مهم جدا لكن زي ما بقول لحضراتكم كلها راتكلم مع اللعيبة وقال خلاص يا جماعة أنا حذرتكم وقلتلكم المباراة خرجت لبر الأمان ولكن دايماً بناخد دروس للمباراة اللي زي كده خلاص إحنا زي ما بقول لحضراتكم ملف كاس أفريقيا خلاص انتهى دخلنا في معمعة الدوري الحمد لله كسبنا عندنا أربع مباراة بإذن الله إن شاء الله نكسبهم يبقى حسامنا مباراة أو حسامنا بطولة الدوري عندنا لسه كاس كمان كاس السوبر الأفريقي في أغسطس اللي جاي كمان عندنا كاس العالم كاس العالم اللي يتحدد خلاص يمكن في ديسمبر اللي جاي هيكون في السعودية وزي ما بقول لحضراتكم تحديد موعد كاس العالم للأندية يعني النادي الأهلي النهاردة أو النادي الأهلي أعلن للتحاد السعودي النهاردة بمشاركة طبعا النادي الأهلي عن موعد إقامة كاس العالم للأندية عشرين تلاتة أو عشرين التحاد السعودي قال في بيان رسمي البطولة إن شاء الله ستقوم من الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر اللي جاي إن شاء الله في مدينة جدة النسخة اللي جاي يا جماعة من المونديال هي هتكون النسخة الأخيرة بالنظام الحالي النظام الحالي حضراتكم عارفين مكون من سبع فرق قبل طبعا ما هتتسع البطولة إن شاء الله إلى 32 فريق في نسخة عشرين خمسة وعشرين ورغم التخطيط الكبير والموسع لإقامة كاس العالم لأندية مرة كل أربع سنوات يعني بدءا من عشرين خمسة وعشرين إن الفيفا أعلن في فبراير اللي فات يوم 13 فبراير عشرين تلاتة وعشرين إن نسخة كاس العالم اللي تقام بالنظام الأديم هتكون هي الأخيرة في السعودية حضراتكم عارفين كمان كان مقرر إن البطولة دي هتكون في السعودية ولكن في العاصمة في الرياض لكن بعد وصول أو صعود الاتحاد نادي الاتحاد السعودي ليكون ممثل السعودية في المونديال أكيد سعد إدارة النادي نادي الاتحاد لنقل البطولة لجدة وبناء على كده وفد من الاتحاد الدولي راح في وقت سابق يتفقد ملاعب مدينة جدة خاصة مدينة طبعا الملك عبدالله الرياضية طبعا استاد الجوهرة وملعب الأمير عبدالله الفصل اللي كمان بيشارك في نسخة هذا العام إن شاء الله فرق كثيرة جدا على مستوى كبير جدا أكيد أبرزها المان سيتي ودايما يمكن النسخة اللي فاتت كنت بفكر دايما أن يقول يا رب إن شاء الله النادي الأهلي كل يحظه يلعب مع ريال مدريد وده حصل النسخة اللي جاية إن شاء الله في ديسمبر نتمنى كمان نشوف الأهلي بيلعب أمام المان سيتي هتكون مباراة من عيار تقيل جدا وكلنا منتظرينها وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدم عرضي لي باسمه كنادي على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العالمي كمان النادي الأهلي وصل للعالمية كل الناس عارفة كده وإن شاء الله بنستعد لهذه البطولة بشكل جيد جدا انطلاقا إن شاء الله فوزنا بالدوري بإذن الله إن شاء الله استمررنا كمان إن شاء الله فوزنا بالكاس السوفر اللي في شهر 8 وزي ما بقول لحضراتكم الحقيقة يعني موسم استثنائي للنادي الأهلي بطولات كثيرة جدا ويعني بنقدم عروض أكتر من رائعة وإن شاء الله كل التوفيق اللي فرقتنا تócئ ترجمة نانسي قنقر